البطولة كل أرقامها من بدايتها لنهايتها تود ديك النادي الأهلي وتقول لك أنه هي مش قصة سيطرة على الألقاب والبطولات بس لكن قصة كمان هيمنة على كل الأحصائيات وكل الأرقام على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي طبعاً ده برضو كله بيرجع زي ما بقول لها راك وقلتها معك كزا مرة هنا مستر كورير الراجل بيعرف يدير المباريات صح يعني وفي أوقات أنا بقول لك كان فيه نقض كتير عليه حتى مننا في حتة حاجات فنية بس هو الراجل بعد كده كان بيرد على الناس كلها وهو راجل دلوقتي بقى فاهم عملة عملة لجمهور النادي الأهلي كله دلوقتي الناس كلها بتكلم هو راجل أنا شايفه بيقفع الخط بيحط سيناريوهات كويسة ساعات ممكن يوفق فيها ساعات ما يوفقش فيها ده طبيعي أي مدرب بيحطت كم سيناريو في المباراة وعلى أحداث المباراة السيناريوهات دي ممكن ينفزها أو لا فأنا شايف يعني من أهم صفقات النادي الأهلي برضو وفي آخر أربع سنين من بعده موسيماني هو مارسل كولر طبعا هو مارسل كولر من أهم الصفقات التي النادي الأهلي جابها طبعا هو مرغبات